ان شاء الله في الفيديو ده اصدقاء هتكلم عن موبايل جديد من سامسونج وهو الجالاكسي اي 05 اس الفيديو اللي فات اتكلمت عن الجالاكسي اي 05 لو حابين تاخدوا فكرة لينك في خانة الوصف المهم في الفيديو ده هنعرف كل شيء حرفيا عن الجالاكسي اي 05 اس وحنعرف اذا كان يستحق الشراء ولا لا بس الاول صالوا عنا بكده ويلا بينا ندخل في كل التفاصيل السلام عليكم اهلا بكم من جديد في عالم الموبايلات حبدأ معكم اولا بالمواصفات العادية للجالاكسي اي 05 اس والبداية مع التصميم الموبايل مصنوع من كمات بلاستيكية سواء الظهرة او الاطار الجانبي والوجهة الامية طبعا مصنوعة من الازاز اما ابعاد الموبايل الطول 168 ملي والعرض 77 ملي اما سمك الموبايل 8.8 ملي والوزن 194 جرام التصميم رائع وشيك ما فيهوش اي مشاكل وهو نفس تصميم الجالاكسي اي 05 والجالاكسي اي 14 واي اي 24 واي اي 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 34 وي اي 54 واي اي 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 اختلاف المواصفات طبعا الموبايل بيدعم شرحتين اتصال وبيدعم تركيب كارت المال علشان تزويد المساحة الخارجية وبيدعم بصمة الاصبع موجودة على زر البار وبيدعم بصمة الوجه او خاصية الفس ألوك التعارف على الوجه والموبايل برضو بيدعم خاصية NFC في بعض الدول وبيدعم خاصيته Auto-G لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية وبيدعم مدخل سماعاته لأدن وبيدعم راديو FM وبيدعم سماعات مونو عادية وبيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات وبيدعم تشغيل الصوت والفيديو بأكتر من صيغة أما نظام التشغيل Android 16 أو Android 13 مع واجهة One UI 5 دي المواصفات العادية اللي موجودة في الجالكسي إزرو 5 نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتكرر هتشتري الموبايل وبتحكم على الأداء وأولا البطارية واللي بتكون بسعة 5000 ميلي أمبير وشاحن سريع بقود 25 وط ومنفذ الشحن Type-C البطارية هتقدم أداء قو جدا في كل الاستخدامات طوال اليوم سواء في العلعاب أو التصفحات في الانترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور أو في أي استخدام تاني هتدوم لوقت طويل في الاستخدام اليومي أما مساحة تخزين الجالكسي إزرو 5 اس الموبايل بإصدارين الإصدار الأول رام 4 جيجا وذاكرة تخزين 128 جابيت والإصدار الثاني رام 6 جيجا وذاكرة تخزين 128 جابيت وطبعا الموبايل بيدعم تركيب كارت موماري علشان تزويد المساحة الخارجية نيجي بقى لشاشة الجالكسي إزرو 5 اس واللي بتكون من نوع الإي بي اس لت دي بحجم 6.7 بوصة بجودة الفول إتشي دي بلس مع معدل تحديد 90 هرتز حيفرق في صورة الشاشة بشكل كبير وكسافة بيكسلات 393 بيكسل لكل بوصة وطبعا الشاشة بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين الشاشة هتقدم أداء كويس في كل الاستخدامات سواء في الألعاب الخفيفة أو الألعاب التقيلة اللي الرسومات بتاعتها بتكون عالية زي لعبة بابجة وكلوف ديتي أو في ريفر هتقدم أداء مناسب يتماشى مع فئة الموبايل السعرية وعلشان تكون تقريبة ألعاب كويسة أقل الإعدادات اللعبة قبل ما تبدأ وطبعا الشاشة بتقدم أداء كويس في الاستخدامات العادية زي الانترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور أو في أي استخدامات تانية أما عن أداء الجالكسي ازروف ويف المعالج ازروفه قوي ولا ضعيف تعالوا كده نشوف مع بعض المعالج بيجي من شركة كوالكوم سناب دراجون ستمية وتمانين ثمان النواة بدك التصنيح ستة نانو متر المعالج هيكون موفر في الطاقة أما المعالج الرسومي أدرينو ستمية وعشرة السناب دراجون ستمية وتمانين هيقدم أداء كويس في كل الاستخدامات سواء في التصفحات العادية زي الانترنت أو مشاهدة البيضات أو الصور أو الحاجات اللي زي كده أو حتى في الألعاب الخفيفة أو الألعاب التقيلة الرسومات بتاعتها بتكون عالية زي العبد بابجة أو فريفر أو الألعاب اللي زي كده المعالج هيقدم أداء كويس تماشى مع فات الموبايل السعرية وبرضه المعالج في التصوير هيقدم أداء كويس مفهوش أي مشاكل وهتاخد صورة رايقة وواضحة هيجي واحد هيقول لي داخل للمعالج إيه بالتصوير هقول لك بكل بساطة يا صديق العزيز إن المعالج هو عقل الجهاز هو العقل المدبر الأمر الناهي بالنسبة للموبايل هو المتحكم في كل شيء حرفيا ده الموضوع بمتاح البساطة نيجي بقى الكاميرات الجالكسي وأولا الكاميرا الأمامية واللي بتكون بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 وبتدعم الـ HD أروا البانوراما والتعرف على المشاهد بالذكال الصناعي ووضع التجميل وتصوير الفيديوهات بجودة الـ HD بدقة 1080 بيكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الكاميرا الأمامية في الموبايل هتقدم أداء كويس من حيث الجودة والألوان أفضل بكتير من الجالكسي ايزرو فايف العادي وزي ما قلتلكم لأحبين تاخدوا فكرة عن الجالكسي ايزرو فايف اللينك في خانة الوصف المهم نيجي للكاميرات الخلفية واللي بتكون ثلاثية مع فلاش ليد الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفاتحة عدسة واحد فاصلة扇AH أما الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل بفاتحة عدسة 2.4 للعزل والبروترية والكاميرا التالتة والأخيرة بدقة 2 ميجا بيكسل بفاتحة عدسة 2.4 وخاصة بالتصور المكرو بتقرب الأشياء الصغيرة طبعا الكاميرات الخلفية بتدعم أوضاع الـ HDR والبانوراما والتعرف على المشات بالذكال الصناعي والتصوير الليلي والتصوير البطيء السلوموشن وبيتدعم وضع إشارة الكاف والمؤقتة الذاتي والالتقاط المتتابع وبتدعم تصور الفيديوهات بجودة الفور ايش دي بدقة الف وتمانين بيكسل بمعدل التقاط تلاتين إطار في الثانية الكاميرات الخلفية في الموبايل من أهم ميزات الموبايل وحتقدم أداء رائع هتاخد صورة ريئة واضحة ما فيهاش أي مشاكل زي ما قلت في فيديوهات كتير قبل كده عن موبايلات سامسونج ما ينفعش سامسونج تكون هي المصنعة لعدسات الكاميرات وموبايلاتها تقدم أداء ضعيف في كل الفئات السارية نيجي بقى لألوان الجلاكسي الموبايل باللون والفضي والأخضر والبنافسيج زي ما هو وضع قدام حضراتكم أما عن محتوية علبة الجلاكسي بيكون موجود في العلبة الموبايل وكابل يوسي بي ودبوس معدن الاستخراك شريحة لاتصال وكارت المومري وموجود برضو في العلبة كتاب التعليمات أو دليل بدي السريع وشهادة الضمان مش بيكون موجود في العلبة لجراب لحمات الموبايل والعراس الشاحن ولا حتى سماعات الهند فري وده أصبح أمر عادي بالنسبة لسامسونج الفترة الأخيرة ده بالنسبة لمحتوية علبة الجلاكسي نيجي بقى للخلاصة واللي من خلالها هتعرف إذا كان الموبايل هيقدم قيمة مقابل سعره ولا لا يستحق الشراء ولا لا من الآخر كده يا صديقي الجلاكسي بمواصفات جيدة جدا مناسبة لسعره هيقدم أداء كويس بالنسبة للاستخدامات العادية أو التصفحات العادية زي الانترنت أو مشاهدة تلفزات أو الصور وبرضو الموبايل في الألعاب هيقدم أداء كويس مناسب لسعره علشان تاخد تجربة ألعاب كويسة قال للإعدادات اللعبة قبل ما تبدأ علشان ما تحسش بتهنيج كل شوية وانت بتلعب خاصة لو انت بتلعب الألعاب للرسومات بتاعتها بتكون عالية زي باب جاكولوف ديتي أو فريفار أو حتى ألعاب البليستيشن بشكل عام يا صديقي العزيز الموبايل حيقدم قيمة مقابل سعر مواصفات مناسبة للسعر بشكل كبير نيجي بقى الآخر حاجة ودي اللي حنهي بيها الفيديو هي سعر الجالاكسي ازرو فايف اس هقول السعر بالدولار وفي بعض البلدان العربية ولو انت بتتفرج علي من أي دولة أنا ما قلتش السعر فيها سيب لتعليق وحرد عليك فورا سعر الموبايل بالنسبة لنسخة الرام 4 جيجا وذاكرة تخزين 128 جواد بحوالي 170 دولار أمريكي يعني بالمصري 5200 جنيه طبعا السعر في السؤول مصري هيختلف كتير هيزيد طبعا والسعر في السعودية 640 ريال وفي العراق 221 720 دولار أما سعر الموبايل في الجزائر 23390 دولار والسعر في تونس 540 دولار والسعر في المغرب 1735 درهم ده بالنسبة لسعر نسخة الرام 4 جيجا وذاكرة تخزين 128 جواد أما سعر نسخة الرام 6 جيجا وذاكرة تخزين 128 جواد بحوالي 185 دولار أمريكي يعني بالمصري 5700 جنيه وبرضو سعر الموبايل بالنسبة للنسختين هيختلف في السؤول مصري بسبب الأزمة الاقتصادية اللي بنعيشها في مصر حاليا ده سعر الموبايل بالدولار وفي بعض البلدان العربية زي ما قلت لك يا صديق العزيز لو انت بتشوفني من أي دولة وعايز تعرف السعر فيها سيب للتعليق وهرد عليك فورا حاجة مهمة جدا لازم تعرفها السعر قد يختلف بالزيادة أو النقصان 10% على حسب الدولة أو على حسب الأسواق وبس كده يا رب الفيديو يكون عاجب حضراتكم ودرتفيتكم بشكل كبير ما تبخلوش على أخوكم بالدعم لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب أما لو بتشوفوا الفيديو من على فيسبوك لايك للفيديو متابعة للصفحة في النهائة ما تنسوش تصالوا على النبي أشوفكم على خير في فيديوهات جديدة إن شاء الله سلام